اعتبر صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء اعتبر أن الجهود الرامية لتوثيق خطابات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم هي مرجع هام يؤثر المحطات والمراحل المحورية التي مر بها برنامج جلالته الإصلاحي وموقع المواطن فيه والتفاعل من خلاله مع مختلف الأحداث المحلية والإقليمية والدولية جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر الإقضابية اليوم سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام الذي أهدى لسموه الكتاب الذي يوثق جميع خطابات جلالة الملك المفدى في مختلف المناسبات وقال سموه إن هذه الخطابات تعطي صورة شاملة وواضحة عن رؤية جلالته السامية والركائز التي تستند عليها المملكة في مسيرتها نحو تكريس مزيد من أسس التقدم والنماء في المجالات كافة ولتعزيز عناصر التواصل في علاقة المملكة الخارجية على مختلف المستويات وأكد سموه على أن ثراء محتوى الكتاب وشموليته يتيح المجال للدرسين والباحثين والمهتمين لتتبع مسار التطورات والمعالم الأبرز في هذه المرحلة من تاريخ البحرين حتى سموه على مواصلة التعاون والتنسيق للعمل على أنشطة التوثيق وتنويع قنواته لتوفير فكرة شاملة عن مضامين ومعالم ما تقوم به مملكة البحرين بقيادة جلالته من جانبه ثمن مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام دعم جلالة الملك المفدى لهذا المشروع واهتمام سموه للعهد به مؤكدا على الحرص المكرس لإتمام هذا المشروع الهام وما يحويه من مندة ذات أهمية وقيمة وطنية شكرا شكرا